سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو أنكم حبائي بقلبي إن شاء الله طيب رجعت إيوكم فيديو جديد وبحلقة جديدة الحلقة المنتظرة لجميع لاعبين أرك موبايل لأن الحلقة بها أخبار جداً أسطورية نعم يا شباب راح يتحقق اللي چناً ننتظرك إن شاء الله راح يتحقق ولكن ما ندرش وقت حالياً أرك 2 إن شاء الله على الموبايل ولكن قبل لا أدخل في صلب الموضوع خلونا نصالح الحبيب محمد اللهم صال وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نذكر الله ونقول بسم الله ولا تنسونا باللاعج والاشتراك يلا لات كو طبعاً يا شباب كلام جداً مهم أتمنى أنك تسمع ما راح أطول بي باجر إن شاء الله ساعة ثمانية بتوقيت السعودية والعراق ساعة ثامنة ليلاً راح تنزل مقطع مقطع مختلف جداً عن مقاطع القناة شي جديد إن شاء الله لعبة ولكن بشكل مختلف إن شاء الله تشوفونه أتمنى إنكم باتشر تحضرون المقطع وقت موبايلك على الساعة ثمانية اتذكر ادعموا هاي السلسلة إن شاء الله سلسلة كلش اسطورية غريبة كلش راح يكون بالنسبة للقناة مو فلان لعبة ولا فلان لعبة لا راح تشوفون الفيديو وإن شاء الله يعجبكم فزعتكم المقطع باتشر ويلا نكمل طيب شباب تدرونا قبل شاميوم طبعاً نزلت فيديو عن المخلوقات اللي موجودة بأرك 2 نستكشف المخلوقات شنو من المخلوقات راح نعرف موجودة بلعبة أرك 2 وأيضاً قلت لكم أكو أخبار جداً أسطورية لجماعة الموبايل أرك 2 على الموبايل يب يب أرك 2 راح تصير أيضاً على الموبايل طبعاً قبل لاحكي لكم عن الأخبار هاي الأخبار حصلتها من اليوتيوبر Gamer Perfection طبعاً الأسطورة هذا هو جاب إنها هاي الأخبار المفرحة هذه الأخبار على هذه الأخبار هي من Gamer Perfection شكراً لكم برو لذلك الأخبار مفرحة للموبايل طبعاً راح أخلي طبعاً راح أسوي لتاق يولد على مدخاف يعني ها يعتبر سريقة ومادر شنو خلي الولد مني يستفاد لأنه نحن جبنا الأخبار من عدة وأخبار فرحتنا الصراحة فيا شباب الموضوع عمابي إنه قبل شم يوم أعلنوا عن إنه Arc 2 راح يكون على جميع المنصات PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch جميع المنصات راح تتوفر Arc 2 إن شاء الله أول ما تنزل بعدما أعلن على موعد صدور اللعبة ولكن أعلنوا على شنو المنصات اللي راح تصدر من الخبر المفرح قالوا إنه راح يسوينا للموبايل إحنا هذا اللي يهمنا أكثر شي أيضاً إنه يصير على الموبايل أيضاً ولا ننسى إنه الماب الجديد بعد يومين راح ينزل لـ Arc 1 على الـ PC وجميع المنصات مجاني ماب بجاني ماب فيودو كلها راح نجربه وأيضاً اكتبوا لي بالتعليقات شنو تريدون نسوي بهذا الماب الخبر المفرح قبل كم يوم طبعاً الخبر المفرح نشاره قبل كم يوم دوغلاس إتش اللي هو الرئيس التنفيذي لمؤسس المشارك لـ Studio Wildcard المهم هو يعني مدير وهي شي شي بالـ Studio Wildcard يقول إحنا بدينا سعينا إنه ندور مطورين للموبايل أو مطور يقدر يصنع فيرجن من Arc 2 لأجهزة الموبايل أو لمنصة الموبايل يقول فإذا فريق المطورين ما لك مثلاً يسميه شي شي يقول اسمه شي شي مهتم بهذه الفكرة إنه مهتم بهذه اللعبة يطورها للموبايل ويقدر عند إمكانيات راسلني بالخاص طبعاً هذا الخبر جداً محرح بس أكو أخبار أكثر تفرح منش لون لـ Arc 1 أيضاً Arc 1 موبايل همينه يعني اليوم أفرحكم بس مو أقول لك أفرحكم جاي بالأخبار هيتي وبعدين تقول لي هاش وقت ورا يومين يمر هاش وما نزل تحديث هيتي تسويلي لا أصبر 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 لا تركض بالأخبار أصبر طبعاً مثل ما قلت لكم هاي السكرينات اللي راح تطلع بعد شوي هي موجودة بكومنتات على صفحة هذا اليوتيوبر وأيضاً مثلاً خاينيقول محادثة بيناتهم وياهم ممكن يكون هو يعني عند التواصل وياهم فأحد الكومنتات واحد من الناس من لاعبين أرك موبايل يقول آني كلاعب أرك موبايل كلش فراحت يعني قصده فراحة بهذا الخبر يقول لأنه غروف ستريت جيمز اللي هم اللي قاعدين يدورون أرك موبايل يقول وقفوا تطوير باللعبة هاي لأنهم مركزين على ألعاب ثانية وآخر تحديث كان قبل سنة تقريباً يقولوا هذا الخبر كلش فرحني وقاعد أقول لكل أصدقائي يعني مش تغرسيار فرما لهم والجماعة كلهم يقول لهم ترى أرك موبايل تو راح يصير أرك موبايل أرك تو راح ينزل للموبايل يقول أرك تو ويقول لهم راح ينزل للموبايل يصيح بلاعي ما رايحاً باين ولكن هذا اللي رادع لي أتوقع هو نفس اللي ناشر الخبر مال آرك تو موبايل كاتب آني شخصياً قاعد أقابل مطورين على مودي يستمرون بالشغل على آرك ون وآرك تو موبايل يعني شنو راح يجيب بطورين زدد لآرك ون موبايل يطورون بي وآرك تو موبايل واو وهذا الشي الأسطوري يعني يصير عندك آرك ون بتحديثات ينزل لك ما بجديد نلعبه ورا ما مثلاً ممكن يعني يسون ما بجديد الأرك ون وبعدين ينزل آرك تو موبايل يعني نفس الشي بعدين ينزل لك آرك تو موبايل وداي والله منصة الموبايل راح أطق بالألعاب أطق بالألعاب كون ألعاب قاعدين يسون لمنصة الموبايل فتشي واحد من الأشخاص كان كاتب بالتعليقات إنه شركة هاي الشركة اللي لازمة آرك موبايل حالياً شركة غير كفوءة يعني تيم دي المطورين غير كفوءين وهي شي شي إنه أتمنى تلقون مطورين أفضل لآرك تو موبايل قصدهم ولكن الرجال راد عليه مو هذا الرجال اللي هو قاعد يدور على مطورين لآرك تو موبايل هذول على المطورين اللي هو هذا الشبير هذا المدير مدري شنو قايل لا بالعكس ترى شركة هاي كفوءة ولكن يقول إحنا قاعدين يعني يعني نشتغل على اتجاه مختلف الريد اتجاه مختلف لآرك تو موبايل يعني يقول إحنا الريد نغير اتجاهنا يعني مدري اتجاه مختلف مدري شنو اللي يريدون يعني هذا الشخص مهتم كلش بمنسة الموبايل قاعد يشوفه هواي ألعاب قاعدة تصدر للموبايل وإذا جاب مطورين أساطير يطورون اللعبة بشكل توب يعني يقول اتجاهنا هو هذا الصحيح يكون وأيضا قبل فترة قالوا أنه بلاي ستيشن ما عليها أرك تو أرك تو أنا دائما أقول قاعد نحاول قدر الإمكان نخلي اللعبة تكون على جميع المنصات ويقول تأكيدا لكم راح يصير على البلاي ستيشن اكس بوكس نيتيندو سويش بي سي كل هاي المنصات وأيضا يردون يسوينا للموبايل فياب يا أبطالنا يعني إحنا إن شاء الله بالأيام الجاية راح اللاحظ أرك إن شاء الله راح يشتغلون عالية مطورين وهاي الشغلات تجي لها تحديث تحديثات يعني مطات جديدة وهاي الشغلات وأيضا راح إن لاحظ إنه أرك إن شاء الله راح يكون على الموبايل أيضا ولكن أنا أتمنى شغلة أتمنى لو ألقي حساب مثلا أراسلهم إنه أكل أمهم مثلا يسوون حاولون يسوون أرك ون أوبن سورس يعني مثلا تركيزهم كلها راح يكون على أرك تو إنه يكون شي أسطوري فهذا راح أخلي للصناع المودات واشتغل على كيف على الخفائف عليه فهذا الشي جدا أسطورة راح يصير ونشوف مودات تخيل مثلا تشوف مود برايم الفير موبايل دايم 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 والله وتشوف مودات يعني توقع توقع مو بس أشكال والله شي أسطوري راح يصير مودات أرقام الدميج مودات يعني مختلفة مثل مودات البي سي ما أقول لك فول مودات بي سي ولكن بعض المخلوقات الجديدة راح تكون فيا بيا أبطال أخبار جدا أسطورية إن شاء الله كل ما ألاحظ أجيب لكم أخبار جدا أسطورية أيضا على أرك الأنمي بالأيام الجاية هذه راح تجي وأيضا أيضا فيديو قادم أيضا راح يكون على أرك 2 أشوف فيها الشخصيات والأسلحة وهاي الأمور فيا بيا أبطال لأننا وصلت لكم نهاية الحلقة أتمنى تكونوا استمتعتوا أنا أتمنى يكون حلقة عجبتكم سبحانك الله بحمدك أشهر أن لا إله إلا أنت استغفروا وكتبوا لي شوفكم الحقجي أبطال معالف سلامة